اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان رح اتكلم عن ثلاث تعبير لله عن روح الاممة واليوم العالم بيحتفل بعيد الام طبعا احنا احتفلنا في الشرق الاوسط في 21 اذار مارس في عيد الام وشاركنا عن عيد الام لكن بقية العالم الغربي بيحتفل في هذا اليوم اللي بتذكر في الام ومحبتها وبطولتها ايضا وبهذه المناسبة بحب اتقدم لكل الامهات بالشكر العميق والجزيل لكل ام تشاهد وصلاتي انه الرب يباركك ويحافز عليك الى كل الامهات وحتى الامهات اللي ما عندهمش اولاد لكن عندهم روح الامومة المحبة بالاتمام بالاولاد والى كل الذين فقدوا احباء يمكن فقدنا ام مثل انا مثلا والعديد من المشاهدين فبصلي انه الرب كمان يعزيكو في هذا اليوم الخاص والى كل اخت بتتمنى ان يكون عندها اولاد بصلي انه هذه السنة تكون سنة استجابة صلاة وبركة على حياتك والرب يعطيك سؤل قلبك عاوز اشارك تلت تعبير لله عن روح الاممة وطبعا خليني اقول في البداية انه الله حاشى انه نشبهه في اي شيء ولكن عندما نتكلم بلغة انسانية بلغة بشرية منحاول نتكلم عن الله من خلال اعلانات كلمة الله عن شخص الله وطبيعته وصفاته ايضا اكتشفنا في الكتاب المقدس انه الله هو قاب يعني روح الابوة اي المحبة والاهتمام والعناية وطبعا المحبة غير مشروطة تجاه الانسان ولكن في تعبير ايضا في العهد القديم اللي بتتكلم عن الله بروح الاممة بروح الاممة يعني بتشوف مشاعر الله احساس الله محبة الله اهتمام الله يعني بكل معنى الكلمة بتشوف الله بيهتم فينا ليس فقط كآب ولكن ايضا كأم والعبارة الاولى هي المحبة مكتوبة في رسالة ارمية او سفر ارمية ومحبة ابدية احببتكي طبعا بيتكلم بالسيخة المؤنث ومحبة ابدية احببتكي من اجل ذلك ادمت لك الرحمة هون نشوف محبة الام بروح الاممة المحبة العجيبة المحبة الدائمة التي لا تتغير انها طبيعة الله الله محبة فمحبة الله ازلية لا تتغير مع الزمن فمنذ وجود الله طبيعة الله هي المحبة وهذه المحبة مش لما فقط خلق الملائكة او الانسان ابتدأ يحب فهنا نقصان في شخص الله او طبيعة الله ولكن طبيعة الله لا تتغير طبيعة الله هي المحبة وهذه المحبة يسميها الكتاب محبة ابدية عندما اراد ان يعبر يحنى الرسول عن هذه المحبة في رسالته الاولى لصحي الثالث والاية الاولى قال انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله من اجل هذا لا يعرفنا العالم لانه لا يعرفه هذه المحبة هي اعلان الهي وهذا الاعلان هو تعبير عن كل جمال الله وكمال الله وطبيعة الله من خلال المحبة فمحبته محبة الهي لا تتغير محبة غير مشروطة محبة غير محدودة ولكن الله بيّن محبته لنا لانه ونحن بعد خطات مات المسيح لاجلنا هذه المحبة ما تغيرتش مع الزمن ولا بتتغير اذا حبنا او لا نحبه ما في عنا شيء بالمسيحية يقال الله يحب الذين يحبونه فالمسيح قال ان احببتم الذين يحبونكم فأي فضل فأي اجر لكم أليس العشارون أليس الخطات يفعلون هكذا فإذا محبة الله عجيبة محبة الله غير مشروطة ولكن الله بيّن محبته لنا لانه ونحن بعد خطات مات المسيح لاجلها هذه المحبة تعبير عن روح الامومة روح المحبة الخالصة روح المحبة المتفانية المحبة المضحية ألم يقل المسيح ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه وحتما أن محبة الله محبة الامومة كما أن الأم تتميز بالمحبة غير مشروطة بغض النظر تجاه الطفل بتاعها شيء تاني أحبائي منشوف العناية الإلهية والاهتمام الإلهي مكتوب في سفر إشعياء إصحاح 49 هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها يقول كتاب حتى هؤلاء ينسين وأنا يقول الرب طبعا لا أنساك هو ذا على كفي نقشتك يا على هذا الوعد اللي بيعطي الضمان والإطمئنان والراحة النفسية والسلام الداخلي وأنه الرب يعني جل جلاله خالق السماوات والأرض مش ناسيني أنا مش مجرد رقم في سجلات الحكومة الله بيهتم فيي الله بيرعاني عينه علي الله مش ناسيني يعني في حوالي 8 مليار في العالم أنا واحد الرب مش ناسيني ولا ناسيك ولا ناسيكي فيقول كتاب بهذا التشبيه الرائع هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها يعني هون بيتكلم عن استحالة النسيان وأي أم تنسى أنه تردع الطفل وأي أم حتى لو كانت قاسية تهتم لا تهتم بالطفل فالرب يشبه نفسه بالأم هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساكي هو ذا على كفي نقشتكي بيعطينا الراحة بيعطينا السلام وعاوز أقول لكل شخص بيشاهدنا على فكرة الرب مش ناسيك تصرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك أعطي أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك انت غالي على قلب الرب انت غالي على قلب الرب الله بيحبك وعلى فكرة الله مش ناسيكي يمكن البعض بيصلي من أجل طفل من أجل الناس الصالح الرب مش ناسيكي الرب رح يتمجد في حياتي والرب رح يباركك الشيء الثالث أحبائي التعزية في إشعية صحاح 66 مكتوب كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا تعرف أحبائي إذا كان الله بيهتم وبيعتني وبيرعانا وبيتكلم أنه ما بينسانا هون بيتكلم عن الاسترداد وعن التعويض وعن الحرية لكن هنا في 66 شعي 66 بيتكلم عن التعزية وكل شخص بيحتاج إلى تعزية الرب أنا هو معزيكم يقول الرب الرب أعزان حتى نعزي الآخرين تعرف حبائي الله بيهتم بالأرامل الله بيهتم بالأمهات اللي بيصلوا حتى الرب يعطيهم الناس للصالح الله بيهتم بالنساء اللي عندهم روح الأمومة يعني ما عندهم مش أولاد لكن عندهم اكتفاء وعندهم محبة وعندهم إخلاص وعن بيشتغلوا وعن بضحوا في كل وقتهم بدون مقابل وهذا هو فعلا اندل على شيء بدل على المحبة المتناهية وأنا عاوز أقول لكل الأمهات أنه الله هو اللي بعزينا الله مش ناسينا الله بيهتم فينا الله عينه علينا وبتعرف أحباء الأم ليست وظيفة أنا من النوع اللي بشتغل يعني ليل نهار يوميا مش أقل من عشرين ساعة يوميا لكن وظيفة الأم ما هياش بتحتاج إلى سيفي أو ريزومي إنه يكون عندك كفاءات معينة فالأم متميزة فالأم مدرسة كما قيل عنها والأم مستشفى والأم ممرضة والأم طبيبة نفسية والأم عندها كل المواصفات وكل الإمكانيات للعلاج وللمحبة وللشفاء وللبلسم عمل الأم أحباء لا يقتصر على 8 ساعات أو 12 ساعة عمل الأم هو بدون انقطاع 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع 365 يوم 365 يوم في السنة بدون توقف هذا هو الأم واليوم عاوزين نرفع القبعة وعاوزين نحي كل الأمهات ربنا يبارككو ربنا يعطيكو السؤل لقلوبكم وصلاتي أنه كل أولاكو يكونوا تلاميذ للرب وبصلي أنه الرب يبعد عنكو كل شر وكل لعني ويملأكو بالخير وبالفرح وبالسلام وصلاتي أنه الرب يبارككو وينير بوجهه عليكو ويرحمكو ويعطيكو سلام وبصلي أنه رب يبارككو بدخولكو وخروجكو يسدد جميع احتياجاتكو ومش بس هذا اليوم احنا منحتفل حقيقة كل يوم احنا منشكر الله من أجل كل أم من أجل كل امرأة من أجل كل أخت ذكرها الكتاب ونحن نحييها ونقدرها أيضا ونذكرها في يومك هذا أنت إكليل جمال كما يقول الكتاب يعني أنت أغلى من الجواهر وكل اللي قال لا تسويك أنت أم وهذا أعظم امتياز وأجمل بركي صلاتي في هذا اليوم أنه يبارك كل أم وكل أخت يكون هذا اليوم مميز في حياتك وأهم شي حتى لو فشلنا في حياتنا حتى لو تراجعنا الله ما نسيك ربنا ما بينسى حتى المرأة تنسى رضيعها لكن ربنا ما بينسانا ونعاوز أقول أسرع طريق للرب أنه نرجع للرب يمكن أخدتي قرارات في الحياة خطأ يمكن قمتي بالإجهاد واليوم أنت عم بتعاني من عذاب الضمير ونفسيتك تعباني جدا يمكن بتشعري بفشل لأنه ما قمتيش بواجبك كأم أن أولادك يكونوا تلميزة للرب من هاي اللحظة اعمل ستوب قل له يا رب تعال أنت لحياتي وأنت اللي ساعدني وحط أولادك في إيدين الرب هاي أحلى أماني أنت بتعطيها للرب قل له يا رب بيتي أولادي وحياتي كله بين إيديك بصلي أنه الرب يباركك على فكرة شاركوا وبحب أسمع منكم الرب يكون معكم اشتركوا في القناة